اهلا بكم مشاهدين الى الحوار الاقتصادي عبر شاشة الميادين هل يعيد التاريخ نفسه قبل خمس سنوات اضرم محمد البعزيزي النار في نفسه امام مقر ولاية سيد بوزادة التونسية احتجاجا على مصادرة الشرطة عربة كان يبيع فيها الخضار لكسب رزقه قبل ايام اعيد المشهد نفسه ولكن بطريقة مختلفة خرج الشاب التونسي سليم بن عشور الى الشارع مكبلا نفسه بالاصفاض اعتراضا على الضائقة الاقتصادية التي يمر بها كاتبا على صدره مفتاح حرية الشغل هو المطلب الرئيس الذي خرج بسببه الالاف من التونسيين اعتراضا على الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها وارتفاع معدلات البطالة يضاف اليها تحديات اقتصادية واجتماعية متنوعة متظاهرون رأوا في الثورة التونسية والاطاحة بابن علي فرصة لتحقيق جميع مطالبهم ولرفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب وللخارجين الجامعيين لكن ظنهم خاب لا يختلف المشهد التونسي عن باقي المشاهد العربية ولسيما فالحقل الاقتصادي فالارقام وحدها تحدد المسار وتبرز الصعوبات وتشير الى النتائج فمعدل النمو التونسي حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ اقل من واحد في المائة على اساس سنوي ونسبة الدين العام ارتفعت بحدود ثلاثة وخمسين في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي ثورة المطالب الشعبية انصح التعبير تجد بابن عشور البعزيز الجديد لكن يقابلها تحذيرات من سياسيين واقتصاديين ونقابيين ان لا تنحرف الثورة عن اهدافها وتدخل البلاد اتونى صراع بين مطالب شعبية وعز حكومي فيطل الارهاب برأسه مستفيدا من واقع مضطرب للاجابة عن كل هذه الاسئلة وغيرها ينضم الينا من العاصمة التونسية تونس الخبير الاقتصادي والمالي التونسي السيد عز الدين سعدان هو ضيف الحوار الاقتصادي لهذا الاسبوع اهلا بك عبر الميادين سيد سعدان اهلا وسهلا سيدي مرحبا اهلا بك لماذا اندلعت التظاهرات والتحركات الشعبية في تونس والمطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية اليوم وليس قبل ذلك وهل ترى ان التوقيت يحمل شبهات ما هو الحقيقة اكبر تحدي في البلاد التونسية هو التشغيل وكان هذا الحال قبل الثورة وخاصة بعد الثورة ولما نرى ما قالت اليه الامور الاقتصادية والمالية نرى ان الاقتصاد التونسي مع الاسف دخل في وضع انكماش لأول مرة في تاريخه بتسجيل نسب نمو سلبية في الثلاثي الاول والثاني ونسبة ضئيلة جدا في الثلاثي الثالث والمنتظر ان تكون النسبة الاجمالية للنمو في سنة 2015 اما سلبية او سفر في احسن الحالات واقتصاد في مثل هذا الوضع هو اقتصاد لا يخلق مواطن شغل بل بالعكس هو يخسر مواطن شغل والدليل على ذلك ارتفاع نسبة البطالة في سنة 2015 واقتصاد في مثل هذا الوضع ايضا لا يخلق ثروة اضافية بل بالعكس هو يخسر جزء من الثروة وهنا تساؤل كبير جدا وخوف كبير جدا من امكانية او قدرة الاقتصاد التونسي على مواصلة تسديد ديونه الاجنبية في سنة 2016 وخاصة ابتداء من سنة 2017 لان هناك تراكم كبير لمستحقات الدين الاجنبي في هذه السنوات وخاصة ابتداء من سنة 2017 ولابد من التذكير ان نحن الان في السنة السادسة بعد الثورة وبالتالي طال الانتظار ولم تخلق مواطن الشغل طال الانتظار ولم نعالج الفوارق الكبيرة بين الجهات وبين الفئات بالنسبة للمجتمع التونسي وبالتالي هذه الاحتجاجات كانت منتظرة ربما ليس بهذه الحدة او بهذه النوعية ولكنها كانت منتظرة ما حصل هو انه تم اغتنام فرصة هذه الاحتجاجات لأعمال ارهابية او عمال عنف او اعمال سرقة سوف نفصل بذلك او اشياء من هذا القبيل ربما هي التي عكرت هذه الصورة ولكن الاحتجاجات في الاصل هي احتجاجات لطلب الشغل ولطلب الكرامة ولطلب تحقيق اهداف الثورة التي مع الاسف لم تتحقق لحد الآن سوف نفصل بذلك سيد السعدان ولكن هل ترون ان مطالب هؤلاء الشباب محق واذا كان محقا ما يطالبون به برأيك هل الدولة او الحكومة التونسية قادرة على تحقيقه او تحقيق جزء منه وهي التي تعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة برأيك هو الشباب محق في طلباته لا شك في ذلك هناك بطالة حقيقية وبطالة مقنعة وعدم ادماج فئات كبيرة جدا من الشعب التونسي وخاصة من الشباب التونسي في الدورة الاقتصادية لموجودة بتونس هل ان الصلط قادرة ام غير قادرة المفروض تكون قادرة والمفروض لما يكون فيما انتخابات مثل التي جرت في نهاية سنة 2014 يعني هي اعطات للصلط اطلاق يد كامل لاتخاذ كل الاجراءات ولإصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتى يعود الاقتصاد لطبيعته في تسجيل نسب نموه ايجابية وخلق مواطن الشغل لكن هذا لم يتم مع الاسف وهناك كان تردد كبير جدا ضيع فرص كبيرة على البلاد التونسية وخاصة فرصة السوداسي الاول من سنة 2015 لانه يجب ان لا ننسى ان في هذا السوداسي كانت هناك يعني تضافر يعني عوامل كانت ممتازة جدا وإيجابية جدا المفروض كان يتم استغلالها ونذكر منها يعني الانتخابات التي افرزت يعني حكومة عندها الشرعية اللازمة لاتخاذ كل الاجراءات نذكر منها ايضا الانخفاض الكبير في سعر برميل النفط وما له من تبعات ايجابية على الميزان التجاري وعلى ميزانية الدولة وعلى صندوق التعويض نذكر منها ايضا الانتعاش الاقتصادية التي حصلت في اوروبا مع العلم ان علاقاتنا مع السوق الاوروبية يعني متينة جدا اكثر من 70% من تبادلاتنا التجارية في الاتجاهين يعني استيراد وتوريد هي مع اوروبا ولم نستفد من الانتعاشة ونذكر ايضا وفي الاخير يعني مردود متميز جدا وغير مسبوق لقطاع الفلاحة وقطاع صناعات الغذائية لانه لأول مرة في تاريخ تونس نوصل نصدر بما قيمته 2 مليار دينار من زيت الزيتون واكثر من 500 مليون دينار من التمور هذا غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد التونسي ولكن الوقت يعني ضيعناه في استنباط مشروع جديد او برنامج جديد لهذه الحكومة بينما الاحزاب المكونة لا اتلاف يعني على الاقل اثنين منها عندها برامج وبرامج مميزة واشتغل عليها يعني العديد من الخبراء ووصلوا الى النتاج والافكار جيدة جدا مع الاسف تركت جانبا وضيعنا الوقت في محاولة استنباط برنامج جديد وما وصلنا اليه ولحقيقة ليس بالبرنامج ولكن يعني تركيبة غير متجانسة من بعض الاجراءات التي لم تفي بالحاجة والتي يعني جعلت الاقتصاد التونسي عيبة أن ينتعش دخل في هذا الوضع الخطير ووضع الانكماش من هنا أود أن أسألك خاصة أنه لا نرى الآن أي اعتبار من طرف الأطراف كلها أن هذه الأولوية القصوى الآن لتونس كيف نخرج اقتصادنا من وضع الانكماش أولا طيب سأبدأ من حيث انتهيت يعني سيد سعدان كان لك لقاء إعلامي صحافي في تونس قلت أن الاقتصاد التونسي يدخل لأول مرة في تاريخ البلاد في وضع انكماش يعني ما يعني هو تقلص حجم الاقتصاد هل هذا يعني أن تونس أمام مرحلة طويلة من الصعوبات والمعاناة الشعبية من الصعوبات الاقتصادية تحديدا طبعا إذا لم نتوصل من وضع برنامج إنقاذ للاقتصاد التونسي مشابه نوعا ما لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تبقته البلاد التونسية في سنة 1986 مشابه أقول مشابه لأنه في رأيي الوضع الآن هو أخطر من الوضع التي مرت في تونسي ما هي أهم خطوطه يعني العريضة ما هي خطوطه العريضة الخطوط العريضة هي كيف نحرك عملية الاستثمار لأنه أي اقتصاد في العالم عنده ثلاثة محركات أساسية المحرك الأول هو الاستهلاك ولكن هذا المحرك الآن معطل في تونس والسبب البسيط هو تفاقم واستفحال ما يسمى بالاقتصاد الموازي أو التهريب الذي أصبح يمثل أكثر من نصف الاقتصاد وبالتالي في مثل هذا الوضع أي دينار يتم انفاقه في تونس نصفه على الأقل يمشي أو يذهب إلى الاقتصاد الموازي وجزء من هذا النصف يذهب إلى تمويل الإرهاب وبالتالي يعني محرك الاستهلاك معطل المحرك الثاني هو التصدير وأيضا هذا المحرك شبه معطل الآن لأنه الآن وصلنا إلى مستوى من عجز الميزان التجاري والميزان الجاري غير مسبوق أيضا في التاريخ البلاد التونسي لأن المؤسسات الاقتصادية تمر بصعوبات والتصدير أصبح عملية صعبة وبالتالي المحرك الوحيد الذي تبقى لإنقاذ الاقتصاد هو الاستثمار فلابد من إعادة مكينة الاستثمار تشتغل عبر الاستثمار العمومي أولا الاستثمار قطاع الخاص ثانيا والاستثمار الأجنبي المباشر ثالثا في هذا التركيب ما نراه الآن هو أن حتى الدولة التونسية وبالتالي الإدارة أصبحت عاجزة على إنجاز المشاريع التي مبرمجة في الميزانية والتي أموالها مرصودة وموجودة ولكن نسبة الإنجاز منذ الثورة إلى حتى الآن لم تتعدى 40% سنويا وهذه من المشاكل الكبرى التي جعلت السلط تلتجي إلى حلول مرتجلة وترقيعية وسطحية عوض أن تركز على الاستثمار قصد إنقاذ الاقتصاد التونسي وأخراجه من وضع الانكماش هذا سيد السعدان الاستثمارات بحاجة لبيئة آمنة وهو ما لم يكن متوفرا في الأيام الماضية خلال التظهرات التي انحرف بعضها عن مصاريها وهو ما كان لافتا في موقف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نستمع سويا جعان وعنده فقر في شهايات وشهايات مهمشة وهذا مسألة دائمة ما رجموش نجيه إنسان ما يكلش ونقول له زي تصبر لكن اليقاع هو كونه بعد انطلاق هذه المصيرات دخلت الأياد الخبيثة نسول حظم بعض القطاع الطريق والسراق واستغلوا هذا الظرف خاصة في بعض المناطق المجاورة لتونس وقاموا بالسرقات والاعتداء على ممتلكات الناس وعلى المنازل وهزوا ما هزوا سيد السعدان كان واضحا الرئيس التونسي بكلامه بأنه يتخوف من حرف مصاري المطالب الاجتماعية المحقة نحو شغب أو سرقات وهي حصلت للأسف وحتى إلى تهديد الاستقرار الأمني هل تتخوفون من ذلك؟ أود الإجابة بعض الفاصل لو سمحت موسيقى 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 للحديث حول ما تشهدها الساحة التونسية من تطورات اقتصادية وتظاهرة ومطالب شعبية سيد السعدان قبل الفاصل سألتك عن موقف الرئيس التونسي الذي تخوف أو حذر من حرف مصار المطالب الشعبية هل تتخوفون من ذلك؟ نعم أظن أن موقف سيد الرئيس صحيح وموصول مباشرة بواقع البلاد التونسية الآن ولكن علينا أن نذكر أيضا أن البلاد التونسية أنجزت خطوات ونجحات كبيرة جدا على مسار الانتقال الديموقراطي كما أنجزت أيضا نجحات على مستوى الأمن كان هناك نجحات كبيرة جدا ولكن مع الأسف لم تتزامن هذه النجحات مع إصلاحات اقتصادية عميقة من شأنها أنها تجعل الاقتصاد نفسه يسند ويحمي ما تم إنجازه على المصار الديموقراطي وكنا نبهنا في عدة مناسبات أنه لو لا قدر الله وصل الاقتصاد التونسي إلى وضع الانهيار أو الصعوبات العميقة فكل عملية الانتقال الديموقراطي ستصبح مهددة بهذا السبب وبالتالي علينا الآن أن نسرع الخطاة وأن نجعل إنقاذ الاقتصاد التونسي في قلب اهتمامات البلاد التونسية وفي أعلى الأولويات حتى نتمكن من معالجة بقية المشاكل ولكن ما لم نعالج المشكل الاقتصادي ما لم نعيد الاقتصاد إلى وضع الطبيعي النمو وخلق موطن الشغل وخلق الثروة فالشارع التونسي سيبقى عرضة ومهدد لإحتجاجات أخرى ومثل ما رأينا في هذه المرة تم استغلال هذه الاحتجاجات التي بدأت سلمية تم استغلالها لأعمال شغب أخرى وأعمال عنف وربما حتى إعداد لأعمال إرهابية خطيرة وجهتم الأسبوع الماضي انتقادا عنيفا للحكومة التونسية ووصفتم ميزانية الدولة بمثابة ميزانية تصريف أعمال وذكرت بعض الأرقام التي تؤكد وجهة نظرك كيف وصلت إلى هذه النتيجة لو سمحت باختصار نحن الآن في وضع متأزم جدا والوضع المتأزم يستدعي ميزانية تعالج مثل هذا الوضع لأن الدولة التونسية عبر ميزانيتها تمثل ثلث الاقتصاد التونسي ولكن إذا نظرنا إلى تركيبة هذه الميزانية نرى أن 45% من الميزانية هي لأجور القطاع العام الوظيفة العمومية فقط وها مش تحرك الدولة في هذا المجال يعني تكاد تكون سفر ثانيا هناك 37% هي لتسديد الدين أو ما يسمى بخدمة الدين لسندوق التعويض وبعض المساري في الجارية الأخرى وبالتالي وصلنا إلى 82% من حجم الميزانية ليس للسلطة عليه أي قدرة لتصرف فيه فلا يبقى إلا 18% فقط لإنجاز الاستثمارات العمومية الضرورية ولما نعلم أن نسبة الإنجاز تكون في حدود 40% فقط فنرى أن المبلغ المخصص حقيقة والمنجز للاستثمار وإنقاذ الاقتصاد هو ضئيل جدا ولن نتمكن من إنقاذ اقتصادنا بهذا الشكل ولهذا سبب قلنا أن هذه الميزانية هي ميزانية تصريف أعمال عادية فقط لا تجابها المشكلة الأساسية للبلاد التونسية ولا تجابها التحديات التي تجابها البلاد التونسية الآن طيب برأيك سيد سعدان هل يكون الحل بربط التعليم باحتياجات سوق العمل لوقف الهجرة أولا والاستفادة من كل الكفاءات الشبابية وإنهاء البطالة في صفوف الخرجين الجامعيين أو ليس إنهاء أو خفض نسب البطالة برأيك هل هو حل غير واقعي أم واقعي؟ ليس لك بالحل الوحيد أو الإجراء الوحيد لابد من مخطط كامل ومتكامل فيه عديد من الجوانب فيه جوانب تخص الاستثمار وجوانب تخص السياسة النقدية وجوانب تخص الإدارة وتحسين أوضاع الإدارة لأن تصرف الإدارة الآن هو من ضمن عوائق الاستثمار لما الشاب التونسي يقدم على عملية إنشاء مشروع الآن يجد أمامه صعوبات كبيرة جدا للوصول وفي معظم الأحيان هو يفشل قبل أن يتمكن من تحقيق الاستثمار ولكن هذا ينتبق أيضا حتى على المشاريع الكبرى وحتى على المستثمرين الذين هم متعاودون بالتعامل مع الإدارة فبالتالي هناك صعوبات لابد من معالجتها في نفس الوقت لابد من استنباط حزمة من الإجراءات برنامج كامل مخطط كامل توافق عليه كل الأطراف وتوقع عليه حتى نقفل تماما أمام كل المزايدات وندخل مباشرة في إنجاز مثل هذه الخطة هذا هو الحل الوحيد إجراء وحيد لن يفي بالحاجة مثل ما حصل مؤخرا يعني صارت بعض الإجراءات مثل حذف التمويل الذاتي وحذف شرط الضمانات بالنسبة للمستثمرين الشبان مثل هذه الإجراءات السطحية جدا لا تفي بالحاجة وربما حتى ستتسبب في تعقيد إخراج الاقتصاد من هذا الوضع المتأزم في المستقبل القريب كان هناك موقف لافت لأمين عام حزب العمال التونسي حمل همامي نستمع عليه ومن ثم نعود لمتابعة هذا الحوار سيد سعدان ترحنا ضريبة استثنائية وضرفية معناها وقتية على الثروات الكبرى المسألة الثانية تجميد تزديد المدونية أصلا وفوائد لمدة ثلاث سنوات وهل الإجراء هذا رأى ما هو شيء بدعة لكل بلد ينجم يتخذوا في ظروف استثنائية بشيء عالج به الأوضاع عن شعبه وينجم يتم حتى عن طريق التفاوض النقطة الثالثة التي طرحناها هي مسألة الدولة تتقشف وليس تتقشف في الصحة وفي التعليم سيد سعدان رأيك بمقاله حمل همامي قدم مقترحات برأيك هل هي أوقعية قادرة الحكومة على القيام بها أم أن هناك مغالاة من قبل النقابيين أو المدافعين هذه المقترحات وعلينا نعلم بها وسأبدأ بالمقترح الثاني لو تسمح لي مثل هذا المقترح خطير جدا لأن الدولة المحترمة هي الدولة التي تفي بالتزاماتها التي تحترم التزاماتها البلاد التونسية لم تتأخر ساعة واحدة في تسديد ديونها الخارجية منذ الاستقلال إلى حد الآن والآن لما المستثمر الأجنبي أو أي مؤسسة مالية تفكر في التوجه إلى تونس أو التعامل مع تونس أول سؤال وأول شيء يذكر أن تونس لم تجد ولدينها الأجنبي أبدا وهذا يحسب لتونس وهذا لابد من الحفاظ عليه لما نتكلم الآن على تعليق تسديد الدين فهذا خطير جدا سنحرم الأجيال القادمة من الأموال الأجنبية التي هي ضرورية لتحقيق النمو والتنمية في تونس هنا لابد من التذكير أن نسبة الأدخار الداخلي يعني الأموال الذاتية للبلاد التونسية تقلصت من 22% من حجم الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2010 إلى أقل من 12% الآن وأقل من 12% لن يمكن البلاد التونسية من تحقيق نموية فوق 2 أو 2.5% بينما المطلوب لنتمكن من التعامل مع تحدي التشغيل هو أقل شيء 6 إلى 7% سنوين وبالتالي اللجوء إلى رأس المال الأجنبي في صفة قروض أو استثمار أجنبي مباشر هو ضرورة قصوى لا مفر منها وإذا التجأنا إلى تعليق تسديد الدين فنحن سنصد الباب على تونس وعلى الأجيال القادمة في اللجوء إلى الاقتراض من الخارج أو الاستثمار الأجنبي المباشر فمثل هذا الإجراء هو شعبوي وخطير جدا لكن أن نفكر مثلا في اقتطاع جزء من الثروات الكبرى أو أن يكون هناك أداءات جديدة توظف رغم أنها خطيرة نوعا ما لأنها ممكن تتسبب في هروب بعض الثروات مثل ما حصل منذ الثورة إلى حد الآن هناك ثروات تونسية وغير تونسية غادرت البلاد التونسية وهربت فعلينا أن نبتعد عن الحلول التي فيها ربما تفكير في الانتخابات القادمة وفي عدد الأصوات التي ربما نحصل عليها ونفكر جديا في إنقاذ الاقتصاد حتى لو كلف ذلك الرجل السياسي أو الحزب خسارة الانتخابات القادمة البعض يقول أن هذه التحركات الشعبية سببت خسائر للاقتصاد التونسي ويظهر هؤلاء الدليل بالقول أن الاضطرابات والاحتجاجات المطلبية لعمال مصانع الفوسفات مثلا كبدت البلاد خسائر تتجاوز ملياري دولار أمريكي في سنوات ما بعد الثورة هل توافقون على هذا الاتهام وهل هو دقيق أم برأيك المطالب الشعبية محقة بغض نظر عن أي اعتبارات أخرى لو كانت هذه المطالب الشعبية حقيقة سلمية وحقيقة تطالب بالتشغيل فقط لا أظن أن يكون لها أن تتسبب في مشاكل بالنسبة للاقتصاد التونسي أما أنها فسحت المجال وأعطت الفرصة لأعمال عنف وأعمال شغب فبالطبع هناك ضريبة كبيرة دفعها الاقتصاد التونسي آنيا ولكن أيضا هناك نتائج سلبية جدا في المستقبل لأن العالم كله ينظر إلى تونس طالما لا يوجد استقرار طالما لا يوجد أمن وطالما لا يوجد مصدقية ورؤية واضحة تقدمها السلطة التونسية لن يكون هناك تعامل جدي في الأطراف الأجنبية كلها مع البلاد التونسية ونحن نعلم أن الاقتصاد التونسي تونسي اقتصاد صغير واقتصاد مفتوح على بقية العالم فإذا حرم من التعامل الجدي من بقية العالم في صورة عملية تجارية تبادل تجاري واستثمارات وتمويلات فالصعوبات ربما تتعمق بسبب مثل هذه الاحتجاجات ومثل هذا الشغب من ضمن ما يعانيها الاقتصاد التونسي سيد سعدان هو الهجمات الإرهابية التي زادت من صعوبات الاقتصاد التونسي بعدما تسببت عملية سوسة مثلا في شلل القطاع السياحي والذي يشكل نحو 20% من حجم الاقتصاد ويرفض الخزينة التونسية بنحو مليار ووصف مليار دولار سنويا برأيك الإرهاب كان عاملا سلبيا مما لا شك فيه في ازدياد الضغوط الاقتصادية هل هناك من إجراءات حكومية قامت بها الحكومة في الأشهر الماضية لتعويض مفاته بالنسبة للموسم السياحي هو صعب جدا تعويضه الموسم السياحي على فكرة قطاع السياحي يمثل 7% من حجم الاقتصاد ولكن يمثل تقريبا 20% من موارد البلاد التونسية بالعملة الأجنبية صحيح وبالتالي العمليات الإرهابية أثرت دون شك في هذا القطاع وفي قطاعات أخرى أيضا ولكن القطاع الأكثر حساسية للمشاكل الأمنية هو بالطبع قطاع السياحي الذي كان مستهدفا بصفة مباشرة بهذه العمليات والإجراءات فيه إجراءات ولكن مردودها لن يكون ربما في سنة 2016 ونحن ننتظر سنة 2016 صعبة جدا في قطاع السياحة وربما الانتعاش لن تتم إلا في نهاية هذه السنة والمؤمل أن تكون يعني انتعاش حقيقية ابتداء من سنة 2017 الخبير الاقتصادي والمالي التونسي السيد عز الدين السعدان كنت معنا مباشرة من تونس شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مشاهدين الكرام إلى هنا وينتي هذا الحوار الاقتصادي نشكر لكم حسن المتابعة نلتقى الأسبوع المقبل مع قضية اقتصادية جديدة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر